موسيقى السلام عليكم عمليا ما بقى غير عدة ايام للانان الرسمي عن اطلاق جنرالات سامسونج الاهم بالالفين وعشرين وهم النوت 20 الترا والنوت 20 العادي لكن يوم امس تسرب حرفيا كل المواصفات الفنية للنوت 20 الاصغر وحتى بعض مفاجآت السوفتوير اللي حاولت سامسونج ان تخفيها عن العيون لكن عليمن احنا بقناة تيك تايم وضيوفنا دائمين بالمرصاد واليوم جبنا لكم اخر تحديثات الموجودة عن كل ما يخص النوت 20 الاصغر والاخبار المخيبة للامل بشكل مهول في هذه النسخة مرحباني حسن من قناة تيك تايم واهلا بكم في فيديو اليوم تم تسريب الالوان الرسمية للنوت 20 من قبل ايفان بلاس المسرب والمصمم المشهور وتشوفون الالوان وهي الميستيك غري او الرصاص المسود والميستيك برونز الجميل واللي اعتقد رح يكون لون المودا لهذه السنة واخيرا الميستيك غرين الاخضر الفاتح ايضا اتأكدت وبصدمة كبيرة انه ظهر التليفون رح يكون مصنوع من البلاستيك وليس الزجاج واطار الهاتف من الالامنيوم طبعا من سنة 2016 سامسونج كل اجهزتها الفلاكشيب مصنوعة من الزجاج اما هنا بالنوت 20 الاصغر الظهر رح يكون غلاستيك او بلاستيك زجاجي حالة حال اجهزة الاي 51 والاي 71 الجهاز مقاوم للمي وغبار بمعيار الابي سيكستي ايت يعني يتحمل غطسة بالمي لحد عمق واحد ونص متر ولمدة نص ساعة الجهاز محمي بطبقة حماية من كورنينغ على الاغلب رح تكون من الجيل السادس وليس من الجيل السابع اللي رح يكون الجالكسي نوت 20 ألترا اول جهاز يستعملها بالعالم ايضا القلم او الاسبين بالنوت الاصغر رح يكون ابطأ وبمعدل استجابة او ليتنسي عند ال 26 ميلي سكند لكن مو مثل النوت 20 ألترا والقلم بجيل الجديد اللي بي اللي رح يكون بمعدل استجابة عند ال 9 ميلي سكند القادم من الاخبار مذهل اكتر ومخيب بعد اكتر للامل برأيي سامسونج جعلت من النوت الاصغر جهاز متواضع ومن فئة الاي حرفيا صحيح بقلم لكن الاخبار من ماكس وينباخ اكدت انه شاشة النوت رح تكون فلات بدون اي حافة ترددها 60 هرتز فقط وبدقة الفل اش دي بلس وليس التو كي نوع الشاشة هو السوبر امولود وليس دايناميك امولود مثل عائلة الاس 20 ايضا الشاشة تدعم الاش دي ارتين بلس لكن بمقاس 6.7 انج تقريبا حتشوفها مطابقة لمواصفات شاشة الاي 71 وبفارق بسيط بكثافة البيكسلات للنوت ايضا البصمة سونارية رح تكون من الجيل الاول موضوع تحت الشاشة نفس الموجودة بعائلة الاس 20 لكن العتاد الصلب ايضا اكمل الخيبة الامل في اسواقنا مو مثل السوق الصيني والامريكي كملوا اياي وشوفوا شلون عدنا بشرق الاوسط معالج النوت رح يكون هو الاكزونس 990 صحيح هذا معالج رائد من نفس سامسونج وبمعمارية 7 نانو متر لكن ما يجي عيشي بمواجهة السناب دراجون 865 بلس اللي رح تستعملها سامسونج بالصين وامريكا وكندا وكوريا فارق القوة بين المعالجين صار مهزلة بحوالي 30% بالاداء خصوصا بعد الاستخدام القوي ولفترات طويلة الرام بسعة واحدة عند الـ 8 جيجا من الجيل الخامس والاحدث والذاكرة ايضا من الجيل الخامس والاحدث اللي وافع 3.1 الاخبار تقول انه رح تجي بسعة واحدة عند الـ 256 جيجا برأيي هذا صحيح باسواق اوروبا وامريكا لكن بالعراق رح تجينا على الاغلب نسخة 128 و 256 جيجا ضغطة للاسعار لشديد الغرابة ماكو اي مدخل لبطاقة ذاكرة خارجية بالتليفون سامسونج استنسخت كاميرات الـ 20 بلس بالضبط ثلاث كاميرات بظهر التليفون الأساسية بقوة 12 ميجابيكسل F1.8 تليفوتو بيروسكوبيك بقوة الـ 64 ميجابيكسل مع زوم بصري 3 اكس وزوم رقمي 30 اكس اما العدسة الثالثة فهي ألترا وايد بقوة 12 ميجابيكسل كاميرا سيلفي ممتازة بقوة 10 ميجابيكسل بالضبط الموجودة بالـ S20 رح يكون عندك تصوير 8K بمعدل 24 و 30 اطار بالثانية والـ 4K وانتبهولي على الـ 4K بلا المفروض بحسب ماكس وينباخ انه الفيديو الـ 4K رح تقدر الصورة بمعدل 24 أو 30 أو 60 أو 120 اطار بالثانية هذه الحركة جميلة جدا وأخيرا قدمت الى الصناعة كلها بأن سمحت الشركات بأن نصور بـ 120 هيرتز حتى نستفاد من شاشات الـ 120 هيرتز طبعا أتوقع انه هذه الميزة رح تكون حصرية لنسخة الـ 20 ألترا رغم كون المسألة مسألة السوفتور لكن اللي يهمني انه خلال الـ 2021 إن شاء الله رح نلقاها متوافرة بالعديد من الهواتف وبالتالي نستفاد من تردد الـ 120 هيرتز والـ 90 هيرتز الموجودة بشاشاتنا سعة البطارية 4300 ملي أمبير يدعم شحن سريع 45 واط لكن شحن بالعلبة أكيد 25 واط عندك شحن لا ستكي بقدرة 15 واط وشحن عكسي بتسعة واط مدخل شحن من الطراز الأحدث على مستوى العالم هو الـ 3.2 أيضا يدعم تقنية الـ UTG السعر المسرب للـ Note 20 الأصغر يبدي بحوالي 999 دولار أمريكي لنسخة لـ 8256 بمعالج Qualcomm Snapdragon 865 Plus يعني في أسواقنا ومعالج الأكزينوس إذا قسنا على نفس الأسعار اللي نزلت بها عائلة الأس في أسواقنا رح نشوف الجهاز رح يكون أرخص بحوالي 300 دولار بفارق المعالج والرام لكن مهما يكون سعر الـ Note 20 الأصغر برأيي شخصي ما لم يكن أقل بمسافة عن الـ S20 Plus أو الـ S20 Fun Edition اللي إذا تحب تشوف الفيديو عنه هاي ظاهر بالبطاقة أمامه فالـ S20 هو الخيار الأفضل تصميما وشاشة وبطارية لكن القرار النهائي لكم أصدقائي أحب أن أسمع آراءكم عن مواصفات الـ Note 20 المخيبة للأمل برأيي بشكل كبير وما تليق بجهاز يحمل اسم الـ Note هذا كان كل ما عندي لهذا اليوم وأشوفكم بالفيديو القادم في أمان الله